بسم الله الرحمن الرحيم وأننذر الناس وبشر الذين آمنوا وأن لهم قدر صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات وراض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر المطر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفنا تتذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميل وعذاب نليم بما كانوا يأفرون هو الذي جعل الشمس ضياءه والقمر نورا وقدره منازل أن تعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا من حق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقرم يتقون إن الذين لا يرجعن لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عناياتنا غافرون أولئك مأوان مار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيماني تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحفد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم وأجرهم فنذر الذين لا يرجعن لقاءنا في قضيانهم يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب لي أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عن ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر من مسه كذلك زين للمسيفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزل قوما مجردين ثم جعلناكم خلائف في أرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجعون لقاءنا بقرآن غير هذا قل ما أنبدله قل ما يكون لي أنبدله من تلقاء نفسي لنتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد نبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افتحى على الله كذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجردون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشيكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختنفوا ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكتبون لا تذكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ليح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط به دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أنجموا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما نفذ الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أمرنا ليلة أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغنبنا كذلك مفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط من مستقيم للذين أحسن حسنا وزيادة ولا يرهقوا جمههم قطر وناذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتمون وإيانا تعبون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم وإن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبنوا كل نفس ما أسنفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء ونر أم من يملك السمع ونبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر لها فسيقولون الله فقل فما تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا يتوفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق ونقع حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما نقول كيف تحكون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يؤني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتلى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتلاه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاوينه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كتنعاقبت الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريءون مما أعمل وأنتم بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهاي يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عددون أو نتوفينك فيلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقص وهم لا يفضرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعن إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء آجم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم وينتاكم عذابه بيات نونى ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ضرقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقه قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ونون لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفتتت به وأسرن دامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت ولي ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وودا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك كليفرحه هو خير مما يجنعون قل راي ثم أنزل الله لمن من رزق فاجعلتم منه حراما منه وحلالا قل الله أذن لكم وأن على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تتلون في شأن وما تتلون منه من قرآن ولا تعملون من عمله إلا كنا عليهم شهود ذلك تفيرون فيه وما يعزف عن ربك من مثقان ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أغلياء الله لا خوف عليهم ولا لهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في أرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنه إلا يخرصون هو الذي جعل كل ليلة لتسكنوا فيه وأنها رب صرا إن في ذلك آيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون عن الله الكذب لا يفلحون متى ينفذ الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفرون واتلوا عليهم بأنوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة وإن تنتم مقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سأأتكم من جر إن جري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا لا قومين فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئي بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفنح الساحرون قالوا قالوا أجئتنا لتدفتنا عما وجدنا عليه آباء عما وجدنا عليه آباء فلما جاءنا وتقول لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بالؤمنين وقال فرعون اوتوني بكل ساحر العليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومنهم أن يفتنوا وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسربين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه تركلوا فعليه تركلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعله بيوتا قبلة وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضدوا عن سبيلك ربنا طبس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لنين قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت فيه بلدوا إسرائيل وأنا من المسلمين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ونقد بغوا آب من إسرائيل بغوا أصدقهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلقوا حتى جاءهم العين إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب منين فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يوم سنما آمن لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزن في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا منين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا النجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني لا آيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبله قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي الرؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمقب وجهك للدين حنيفا ولا تتونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعنت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا أراد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين